الاهل النهاردة بيواصل تدريباته على ملعب مختار التيتش استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لبطور الدوري أبطال إفريقيا النهاردة المران شهد انتظام اللاعبين الدوليين وكان في حالة ترحاب جميلة جدا لكل اللاعبين الجدد سواء عمر كمال أو الزنفولي وبقية اللاعبين شكل الفرقة حلوة زي ما حضراتكم شايفين شكل الروح حلوة الناس مبسوطة عدد كبير من اللاعبين موجود ومتواجد تقدر دلوقتي انت كمدير فني تختار من تريده أن يلعب في ناحية اليمين عندك أسماء كبيرة ناحية الشمال عندك أسماء كبيرة في وسط الملعب كل حتة موجود فيها 3-4 أسماء تقدر تختار من تريد وانت مغمت كده عم مستر كولر تبتدي بقى تختار وتقول لنا أو كل وخلي بالك انت بتختار وكل جمهور النادي الأهلي يوقف في ظهرك كل جمهور النادي الأهلي يقف في ظهر خلف مارسيل كولر وبيساند وبيدعم هذا الفريق هذا الفريق اللي عنده بطولات كثيرة جدا جدا خلال الفترة اللي جاي هنبتدأ من الاسبوع اللي جاي هنبتدي نركز اكتر هنبتدي نركز اكتر على النادي الاهلي لانه موضوع المنتخب وبيني وبينكو انا تعبت مع هذا الاتحاد حاولنا كتير مع اتحاد كرة القدم حاولنا كتير جدا جدا ان احنا وبنتكلم دائما بطريقة صحيحة ونقول رشتة ونقول كذا صحية الاخطاء وكذا ولكن كالعادة ودن من طين ودن من عجين مش عارفين تاخدوا قرار والله لا سامحكم الله الحقيقة يعني لأنه اللي حصل في الشعب المصري خلال الفترة السابقة أنا حضراتكم مسؤولين عنه بشكل كبير جدا 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 كمية إحباط غير عادية بجد والله أنا بقعد مع أتكلم مع ناس هنا وهنا وهنا لأنا بقول لهم يعني ده الناس دي كانت هتجيبه واكيم له فقالوا لي يا عم ولا كانوا حيجيبه ولا كانوا حيعمله يلا نرجع تاني لنادي الأهل إن شاء الله كل هؤلاء اللاعبين الجدد يكونوا إضافة قوية للفريق ويوصلوا إن شاء الله حصد البطولات والألقاب أنا كمان على المستوى الشخصي متفائل بالشكل اللي أنا بشوفه متفائل بكل الأحداث في الفترة الأخيرة داخل الفترة الأخيرة معسكر جبت مجموعة من النشئين عشان أعرف أبص عليهم واختار منهم اللي جاي عملت معاهم عقود أيتهم في أفريقيا اللي ما تأيتش في أفريقيا عملت معاها عقود بقية اللاعبين اللي عندهم إصابات رجعوا لمستوهم الطبيعي سواء مودست أو بقية اللاعبين بالإضافة للصفقات الجديدة اللي دخلت جوه اللاعبة يعني باستثناء طبعا وسامل اللي اتصاب مبارح ولا أول مبارح ربنا إن شاء الله يقوموا بالسلامة ويرجع للفريق بشكل كامل زي ما حضراتكم شايفين عمر كمال بقية اللاعبين الكل اللي حقيقة مرسل كولر دلوقتي إن شاء الله يكون عنده قماشة كبيرة جدا ويكون عنده الخلطة السحرية لكيفية تحقيق البطولات احنا خدنا بطولات كتير للفترة اللي فاتت دي في الدولاب في الدولاب احنا دلوقتي هنتكلم عن البطولات القادمة وإن اللي حيحصل عشان نستطيع أن نتخذ أو نقدر ناخد البطولات اللي جاية كلها إن شاء الله أكيد حيكون دفعة فنية قوية بوجود هؤلاء اللاعبين الجدد أو اللي تم التعاقد معهم خلال الفترة الأخيرة